طيب دلوقتي انا اتكلم على الهاتف في ناس كتير اللي يومين دولما يعني سمعين ان في حاجة اسمها fellowship وان انت ممكن تعملها قبل النيابة كمان فانا حبيت ادي overview عن الهاتف الهاتف بتبقى يعني ايه fellowship يعني المصاحبة بتصاحب حد يعني مصاحبة تحدي في العلم يعني ازاي يعني انت بتبقى fellow of فلاني فلاني دكتور او دكتورة متخصصة في تخصص معين وانت او انت بتلزق لهم بتبقى shadow بتاعه 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 مع كل حاجة وبتسأله عمليات بتعمله انت عمليات بتاعه وبيبقى هو mentor بتاعك ففي الاخر بعد ما بتقعد معاه او معاه الفترة دي كلها بتبقى سنة او سنتين او ثلاثة او ساعت بيبقى group من الناس مش بلس شخص واحد بيديك ال certification بتاع ال fellowship بين انت كنت ال fellow بتاعه الفترة دي كلها وخدت كل علمه نعم من ال apprenticeship كده او بتبقى انت apprentice بتاعه يعني anyway فديك يعني الطريقة معروفة جدا في تلاقي العلم خاصة العلم الطبية يعني ففريتو انو عم fellowships two types post residency اللي هي اللي هي بعدا بتخلص الكلام عليها في residency بتخلص مثلا بطنة وتعمل fellowship cardiology بعدها فهذا اسمه post residency fellowship وده معظم ال fellowships اللي بتعمل في امريكا بالشكل دوت ومعظم ال program ساعة fellowships بتطلب ان انت دو ما مخلص نيابه في امريكا قبلها ولكن في نوع تاني واحكي لكم ليه النوع تاني ده ظاهر ليه اسمه pre residency fellowships هم قبل ما يسفهم شيء فتحته بدأت تتورد لامريكا foreign graduates كتير بدأت يكتشفوا ان في graduates جايين من بلادهم متعلمين قراتي مخلص نيابه بلاكس ده مدرس مساعد او مدرس او اكتر من كده كمان يعني ناس very experienced جايين من بلاد تانية ومش لازم يبدأوا نيابتهم الصفر يعني ففتحوا لهم الباب ان هم يعملوا fellowships على طول يخش على التخصص بتاعه على طول هل هل ينفع كده يخش على طول لازم يعمل برضو من حالة license اللي هي step 1 و step 2 CS بس once ان هم عملهم بدلا ما يعمل نيابه ويبدأ من الصفر تاني ممكن على طول يخش على fellowships طبعا ال fellowships هي عددها اقل بكتير طبعا تقديم عليها مش straightforward زي تقديم على النيابات فعشان كده مش معروف اوي كده لهذا السابع طبعا نخش هرنقطة البعض عام what if i did a residency in my home country ? يعني ايه residency if a home country بي انس تقول لي اصلا حضرتك انا عملت نيابه فعين شمس بس ما مخدتش Magister ميها مهمش ما هي مهمش خدت Magister او مخدتش Magister المجستير لطهد حاجة بتحتم بي جامعة بتاعتك في مصر مش امريكا خلص امريكا مهتمة بس هل خدت تريننج ولا لا ما هي مهمش انت كنت طبيب ثالث ولا طبيب زائر ولا طبيب رابع ولا كنت طبيب مقيم ولا كنت طبيب وزارة مش عارف ايه ولا كنت عملت نيابة في جامعة خاصة ولا عملت نيابة في جامعة تعليمية ولا ما هي مهمش كل الكلام داي المهم انت عملت التريننج خلص خدت التريننج في حتة معينة والحتة ديت ضربتك هل ثلاث سنين لازم لا مش لازم ممكن سنة ممكن سنتين ممكن ثلاث سنين هل لازم انت خلص نيابتك لا انا عرف ناس اعملوا سنتين في الاطفال بس وبالعكس اشارلوهم ويفر سنة من نيابة فمش لازم تبقى خلصت الثلاث سنين كاملين طيب هل لما اعمل فالشوب في امريكا قبل نيابة رايح اطوع الفالشوب هل اخد البورد سورتيفكيشن؟ لا مش هتاخد البورد سورتيفكيشن معظم الفالشوب دي معظمها مش كلها يعني ايه؟ يعني مش معطرف بها قوة امريكا ان انت تخش و تبراكتس بها في التخصص دوت طيب كلام دوت طبعا شكله يقلي بس هو يعني مش يعني يعني انت مثلا روحت عملت الكتروفيسيولوجي فالوشوب يعني كارديك الكتروفيسيولوجي عملت فالوشوب سنتين هناك هل ده يديك الاحقية ان انت تشتغل الكتروفيسيولوجيست في امريكا و تفتح سنتر الكتروفيسيولوجي؟ لا لانت مخدش نيابة بطنه و مخدش نيابة كارديولوجي ولكن في بعض الاحيان الناس بتعمل مثلا فالوشوب عظم ياخد سباين يروح ياخد سباين وبعد ما اشتغل الاربع خمسين سباين بيدولوا فرصة بباثويز معينة انه هو ياخد البورد سورتيفكيشن او ساعات من غير ما ياخد البورد سورتيفكيشن يدولوا حاجه اسميه ان هو يشتغل في المستشفى واحده بس ويعالج العينين جايين المستشفى دي بس فالقصدي فيه باك دورس لكل حاجه يعني موضوع مش ابيض ويسود اوي زي ما انتم متخيلين ولكن انا قلت برضو ديكم فكرة ان في حاجه زي كده طب يعني بتفدني ايه الفالوشوب ديت ايه فالوشوب ديتها هاو دست هالب هاو دست هالب انت بتروح تتدرب في امريكا على بايشنس وبتاخد ترينينج مع احسن ناس شغالين في التخصص دوت وخلي بالكو امريكا متقدمة عننا مش في النيابات امريكا متقدمة عننا في الفالوشوبس يعني هو فاكر ان هو يروح امريكا والنيابة بقى هيتعلم فيها لما شافوش رأى النيابات طريبا هي هي في كل حتة في العالم ولكن امريكا فعلا في الفالوشوب بتاعها لان عندهم كبير جدا يبقى عندهم سنتر بتاع سباين كل العينين اللي في المنطقة الجهرافية ضخمة جدا بتصب في السنتر ده فوقتها راح يتعلم كويس اوي عشان حيشوف بدل ما يشوف حالة واحدة كل اسبوعين حيشوف عشر حالات في اليوم فاهماني؟ فعشان كده الفالوشوب ترينينج ده مهم جدا في امريكا لو تدر توصروا يعني تاني حاجة لو انت مسلا خدت الفالوشوب في حاجة زي مسلا الرمض او العضن وكده بيبقى فرصتك كويسة لو عايز تقدم عليها في النيابة بعد كده لو انت خلصت الفالوشوب وعايز بقى تخش النيابة نفسها عشان تاخد البورد سورتيفكيكيشن فرصتك احسن لو انت كنت تدربت لك سنة سنتين فالوشوب في امريكا عن لو انت بتقدم من ماصرات دول كيف تستخدم لفالوشوب؟ يعني مفيش سيستم معين زي الريزنسي مفيش بقى بروغرام ومعروف وصفتوير وويبسايت يعني مفيش كلام داوي في بعض الحاجات فيها كده في بعض التخصصات ليها ويبسايت زي العضن مثلا معظم الحاجات بتمشي عن حاجة اسمها سان فرانسيسكو ماتش وفي بعض التخصصات التانية برضو ليها كده ماتشي بروغرام بس كثير او ان بروغرام لازم انت تقدم على البروغرام نفسه تعرف حسزي بتبقى صعب ان انت بتخش بقى في الويبسايت وتشوف بقى اني بروغرام بيوفر فالوشوب من عن طريق ويبسايت بتاعهم ساعت عن طريق الناس بتقولك ان في المكان الفران قدمت فيه عندهم فالوشوب كده يعني عشان مفيش طريقة واضحة عشان مفيش عدم وضوح الرؤية داو بيخلي الموضوع مبهم شوية والناس مش عارفة تقدم فيه عشان كده يعني السؤال برضو بيختروا عبعض الناس ملاحظه برموضوع او هادفع فلوس يعني انا اتفعلهم فلوس عشان إيضاربوني والي لا بالاكس مش انت بت Poseion sticks مش انت بتعالج عيانين ديت مش انت بتصهر وبتاخد On Call مش انتب يا لأ يبقى انت بتعمل Surface للعياني يبقى انت بتبقى paid و بتاخد مرتب كمان أعلى من ال residence ساعت في الجماعات الكبيرة يعني يقول لك لأ هنديك بس نص ما هي هنديك بس ثلاثين ألف أو خمس عشرين ألف ساعت يعني وفيه بهاد الفلوشب صار فيقول لك مش هتفع لك فلوس خالص يعني بس rarely rarely do I need to do the UCM exams yes you do بتاحتك تمتحن ستاب 1 و ستاب 2CK و CS ومش بس كده في بعض الفلوشب بتطلب ستاب 3 كمان كتير من الفلوشب صار تطلب ستاب 3 طيب do I need to score high؟ الفلوشب حتى الآن عشان ما لهاش طريقة واضحة الابليكيشن لسه مش as competitive as a residency الموضوع مش مدروس قوي فاللي بيقدموا scores تاعتهم مش عالية عامة عشان كده الفلوشب دلوقتي زي نيابات زمان من 10-15 سنة يعني كان لسه تجيب اي حاجة في اليوسر منيس وتخش يجيلك نيابة لو الفلوشب بقى لها طريقة واضحة وناس كلها عارفاها هيبقى الصور اللازم يبقى عالي جدا عشان تخش الفلوشب بس هو عشان لسه الدنيا مش معروفة مش محتاج scores زي النيابة مش محتاج بقى upper 90s بقى أو مثلا آخر التانيات برضو عندك فرصة كويسة في فلوشب بس كلما جبت score أحسن طبعا كلما بيت more competitive وكلما هيخدوك أنت أحسن من حد تاني وحكذا واخر سؤال can I start with fellowship then apply for residency وذا لا كنت تقوله من الاول ان احنا ممكن ندفع fellowship لو انت trained في بلدك وبعدها تapply for residency وذا طبعا يعني هو ده الهدف الاساسي من قصة دي كلها ولكن زاو تلك ممكن برضو واحد يعمل fellowship وبعد ال fellowship دوت يشتعل في امريكا وذا بيحصل عن طريق back doors معينا المجال طبعا صعبا احنا نتكلم في هذا الوقت وإنما هذا هو ادب نزب نوضع الى الى الفلسف